صفحة جديدة من العلاقات الأخوية أساسها التسامح هذا ما أعلن عنه رئيس الوزراء الدكتور أحمد عبد بن دغر في أحدث تغريداته بتويتر والتي كشف فيها عن نية الرئيس هادي إصدار عفو عام شامل عن المؤتمرين الذين تورطوا في جريمة الإنقلاب مع الحوتيين إنهم تراجعوا عن ذلك لا ينبئ إعلان كهذا عن انفراجة في العلاقة مع مؤتمرين صنعاء الموجودين فيها حتى اللحظة وأولئك الذين هربوا إلى المناطق المحررة أو إلى خارج البلاد فرئيس الوزراء أكد في السياق ذاته أن الالتحاق بصف الشرعية الدستورية المنتخبة من الشعب والمسنودة من التحالف العربي والقرارات الدولية هو المسار الصحيح لاستعادة الدولة والحفاظ على الجمهورية والوحدة فلا توجد بحسب بن دغر مناطق وسط بين الجمهورية والإمامة تغريدات رئيس الوزراء كشفت عن مستوى متوتر من العلاقة مع الشق المهزوم في المؤتمر الشعبي العام الذي يرفض حتى اللحظة الاعتراف بسلطة الرئيس هادي وبشرعية الحكومة ويواصل حملاته المنسقة للنيل من الرئيس وحكومته وفيما يشبه الحملة السياسية المنسقة للسلطة الشرعية أكد نائب رئيس الوزراء وزير الخارجي عبد الملك المخلاف من جهته أن الشرعية هي الطريق الوحيد لاستعادة الدولة والقضاء على سلطات الأمر الواقع وجاء في دغريدة للوزير المخلافي في تويتر كل من لا يعترف بالشرعية أو يتجاهلها وكل من يعتقد أنه سيفرس سلطته بدون مشروعية وبالقوة كأمر واقع نقول له ليس على أرض اليمن إلا سلطة شرعية واحدة بقيادة الرئيس هادي ويرى مراقبون أن هذا التصعيد في لهجة الحكومة تجاه الجناح المتمرد من المؤتمر إنما يأتي ردا على الترتيبات التي تتبنىها دول في التحالف وتهدف على ما يبدو إلى بناء نفوذ موازل للسلطة الشرعية أساسه القيادات العسكرية والسياسية التابعة لجناح صالح ومسرحه المناطق المحررة وغايته النهائية إعادة إنتاج سلطة على مقياس صالح أو تشبه نظامه على الأقل موسيقى